بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الهجوم الصهيوني على لبنان خطير جدا لكن هناك ما هو أخطر منه إيه هو إلا أخطر منه شوف في مجموعة أحداث حصلة في المنطقة تزامنت معه وبعد الهجوم الصهيوني على لبنان إيه هي الأحداث هذه مثلا بريطانيا أعلنت أن هي بريطانيا هتبعت 700 جندي بريطاني لقبرص طيب وإيه دخله ده في الموضوع وبريطانيا بتبعت جنود دلوقتي في قبرص ليه وهي بريطانيا أصلا عندها جنود في قبرص من زمان ده موضوع نتكلم فيه طيب نقطة تانية أمريكا زودت القدرات العسكرية بتاعتها هناك في الأسطول الأمريكي المرابط في المتوسط وكمان اللي حاصل أنه من ناحية تانية الجماعة اللي هي الحشود العسكرية الميليشيات الإيرانية عملت حشود قوية جدا وبتتمركز عند الجولان طيب ما الجولان دي منطقة أصلا ما ينفعش أنك أنت تقاتل في الفوق اللي تحت قاتل اللي فوق وده برضو موضوع في منتهى الخطورة شوفوا المسائل اللي حصلة في المنطقة لها احتمالين ولا سلسة لهم من وجهة نظري أنا إيه هم الاحتمالين دول ركز معايا عشان الكلام الجاي مهم جدا الاحتمال الأول والأرجح عندي هو أن هناك تفاهم روسي أمريكي خلاصته الخروج مقابل الخروج يعني إيه كلام ده هقول لك الوقت وأشرح لك الموضوع دول والاحتمال التاني هو أن أمريكا قررت أن هي تقاتل بكل قوتها وقررت أن هي تقاتل بإسرائيل وبالعرب اللي هما الاتنين طبعا خدم عندها وكلاب حراسة مش أكتر من كده وقررت أن هي يعني تعمل عملية بأي أكون أولا أكون يعني إما أكسب كل شيء أو أخسر كل شيء وهذا الاحتمال أنا أرى ضعيف لأنه في الحقيقة الأمريكان ما بيقبلوش سياسة أن هما يحطوا احتمالية خسارة حتى 20% فما بلك أن الخسارة بتاعتهم في هذا الموضع عالية جدا يعني نسبة الخسارة عالية جدا يعني القرار هذا لو أمريكا فعلا هي أخذت هذا القرار فده معناه حاجة من اتنين يأما هتطلع صلاح نوعي وتحسن زي ما حصل في الحرب العالمية التانية يأما أن الإدارة هناك متيسة ومش فهم أي حاجة في أي حاجة يأما في خيانات داخل الإدارة هناك نفسها ففي احتماليات كتير خليني بقى أمسك الورقة كده حتى نمرتب الأمور وده اللي خلاني تأخرت الفترة اللي فاتت لأنه كنت عايز أفهم الأحداث من الألف إلى الياء وخلينا نناقش نقطة بنقطة فخليك معايا النقطة الأولى اللي عايز أناقشها هي الهجوم الصهيوني على لبنان الهجوم في حقيقة الأمر فوق قدرات إسرائيل وفوق طاقة إسرائيل لكن الأعجب من كده أن حزب إيران في لبنان هو نفسه ما عملش ردات الفعل اللي هو محقق بها توازن الرضع من زمان من سنوات طويلة يمكن عشرين سنة أو كده فإيه هو إسرائيل إيه اللي خلها هاجمت الوقت واحد يقول لي خلاص صبرها نفد أو كده أو خلط الضغل أخضر من أمريكا أقول لك أصلا أمريكا هي اللي بتهاجم مش إسرائيل وإسرائيل دي مجرد أدوات مش أكتر من كده لكن أنا عايز أرد على المقطة دي بشكل يعني أوضح أكثر إيه هو هو أنت قدامك الوقت أحداث أنت عايشها أنت الوقت تشايف الحرب على غزة دخلة على السنة إلا حاجة بسيطة يعني إحنا يمكن الوقت 11 شهر واسبوعين مثلا أو كده تقريبا في المعارك وبالتالي هنا الموضوع ده يخليك تطرح تساؤل مهم جدا إيه هو التساؤل هو لو إن إسرائيل أو إسرائيل وأمريكا عندهم القدرة على مهاجمة لبنان من بداية الحرب إيه اللي سكتهم لحد النهاردة والناس دي ما بتسكتش وبعدين تربط الموضوع ده بالاختراق المخابراتي وتربط الموضوع ده بالجنود البريطانيين اللي أنا قلت لك عليهم اللي هما قوم في قبرص زيادة طيب إيه هو الربط بينهم الاختراق المخابراتي أنا قناعتي أنه خيانة روسية بشكل أو بآخر والروس عادي جدا و أنا قلت لكم أن الروس سوف يذبحون إيران في نهاية المطاف لأن دي طريقة الممالك ونهاية الممالك يفضل يستعمل العميل بتاعه لحد ما يجد أن العميل بتاعه ما فيش منه فائدة يبدأ أنهم يبيعوا ويبدأ أنهم يذبحوا ويخلص منه لوقتي واحد يقول لي هيبعوه لمن أقول لك هيبعوه للأتراك ودي بقى قصة تانية يعني مش عايز أخش فيها لأن في ناس بتتوقع أن أنا مجرد تعصب للأتراك وكده ما تعصبش لحد يا بابا أنا قدامي أمور عقلية بظبطها ما بتعصبش لحد إلا لما يكون مقتنع أنه هو على حق تماما أو على الأقل الظاهر بتاعه على حق والباطل بتاعه ما تقدرش توصل إن كان على حق ولا على باطل أنا مقتنع جدا بالأتراك بس ده مش موضوعي خليني أركز في موضوع الحرب فالوقتي الموضوع الاختراق المخابراتي اللي حصل في أجهزة البيجر أنا كنت مستغرب أقول إزاي ألف بقى حزب ولا كده ولا ألف بقى مخابرات ويجي حزبي زي كده عارف إن كل الدنيا متربصة بيه ويروح يشتريه من الشركة والشركة يعني شبه وهمية يعني مسجلة على ورق وتروح مقرها ما تلاقلهاش مقر وكده إيه اللي يعب العيال ده وبعدين الأجهزة لما تيجي وتخش ما تتفحص وبعدين توزع على العناصر وكده طبعا كلام فارغ بمعنى الكلمة هو المسألة زي ما أنا قلت لك فيها اختراق طيب خليني أرجع لموضوع السبعمائة جندي البريطاني عشان النقطة دي مهمة جدا إيه هو قصتها سيدي القصة أصلا بدأت لأن الصهينا عارفين شيء مهم جدا إيه هو هو إن هما لما هيهجموا لبنان يبقى حزب إيران اللبناني هيعمل ردة فاعل وحسن نصر الله يعني ألها عيني عينك لهم هيضربوا المطارات العسكرية الصهيونية في المنطقة وفعلا ضربوا أعتقد مطار ماتوا يعني مطارين تلاتة ضربوهم وضربوا قاعدة عسكرية حساسة لكن ردة الفعل بتاع حزب إيران في لبنان لحد الوقت لا تتناسب مع قدرته أبدا ولسه هنشوف إيه اللي جاي المهم حسن نصر الله قال لو حصل هجوم على يعني لو عملوا عربدة وضربة بسلاح الطيران وكده هنضرب المطارات فإيه اللي حصل بسرعة الصهينا والأمريكان بقوا يعملوا حشود في قبرص فالتنين قرأوها وعرفوا أن الصهينا والأمريكان هيستحملوا ضرب المطارات الصهيونية وخرجها عن العمل لكن هيستعملوا بدلها المطارات القبرصية وبالتالي راح الحزب حسب نصر الله هذا أنا طبعا مش معاهم بس أنا بشرح لك الموضوع أنا مش معاهم لا في الظلم اللي هم مظلموا للسوريين ولا في الحاجات اللي عملوها دي بس أنا بشرح لك حالة سياسية المهمة عيني عينك كده حسب نصر الله هدف قبرص وقال لهم لو سمحتوا للصهينا باستعمال المطارات لأهداف عسكرية هنضربكم إنتوا كمان وكده بقى يأتيك التفسير لماذا أتت بريطانيا ب700 جندي إضافي للقوات بتاعتها هناك إلى قبرص في هذا التوقيت باختصار الجنود دول مش مرتزقة زي بتوع حفتر وزي بتوع حميتي وزي العالم دي الواحد في دول أحسن من مليون من الحمير التانيين لأنه ده أصلا هو جندي بتاع التكنولوجي يعني بيقاتل بتقنية عسكرية سواء طيران مصير أو دفاع جوي أو كده وعند الدفاع الجوي هنا بقى وطقف لماذا؟ لأنه الهدف من الجنود هذه على الأرجح هو حماية قبرص من القصف اللي ممكن حزب إيران في لبنان يخصفه لهم في المستقبل لو سمحوا للصهينة باستعمال المطارات بتاعتها يعني الوقت الأمريكان والإنجليز بيخططوه كالتالي فجوم قوي جدا على لبنان بعد كده يتوقعون ده أنا بكلمك على الاحتمال الأولاني لسه لسه مرجع على الاحتمال الثاني اللي هو الخروج مقابل الخروج فخططهم على الاحتمال الأولاني هو أنه إسرائيل تضرب بشراسة حزب إيران في لبنان وبعد كده حزب إيران في لبنان هيرض على إسرائيل فهيخرج المطارات بتاعتها عن العمل وهيضرب المطارات بتاعتها وكده فإسرائيل هتبقى محتاجة تستعمل مطارات تانية فأقرب نقطة فين هي قبرص الوقت يقول لك كابتل لطيف السيسي ممكن يديهم المطارات أقول لك العريش قريبة وكذا إلخ 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 لكن السيسي ما يقدرش ديه والسيسي مخلص لا مخلص ولا نيلة ده السيسي أكبر خائن في التاريخ الوقتي وده يعني هتحكى قصة لاحقة إن هذا الرجل أو يعني الرجل بين خسين كان أكبر اختراق مخابراتي للصحينا فيه جيش الكفتة المصري جيش الكفتة والكباب والبتاع المصري دوت اللي هو جيش الأسطول والمسطول فالسيسي ده أكبر اختراق في تاريخ الجيش المصري الصهيوني طيب ما هو كده يبقى بناء العليد بتقولوا إذن هم يستعملوا مطار العريش أفضل أقول لك لا مش هيقدروا لماذا؟ لأن هم خايفين من الفضائح أقول لك الناس دي خايفهم الفضائح هم الفضائح اللي حصلت دي شوية عشان لسه فيه فضائح مش خايفين منها أمال إيه هو اللي بيرضع السيسي اللي بيرضع السيسي هو الشرق الليبي وتواجد قوات الفاغنر الروسية في الشرق الليبي وبالتالي بوتين بيضغط على السيسي بيقولوا هتعمل حاجات زي كده النتيجة إن احنا هندمر لك الغرب وطبعاً لما يدمر الغرب ومش يضرب المدنيين هيدرب العساكر لماذا؟ ما ضربوا المدنيين في سوريا أقول لك لأن ضرب المدنيين مش مفيد هم لما ضربوا المدنيين في سوريا كان بيه اتفاقية أمريكية ودي شرحتها قبل كده ومش عايز إن أنا يعني أرجع لهالوقتي لكن الصهين الروس عارفين إن هم لما يضربوا المدنيين في الغرب المصري من الشرق الليبي لن يؤثر على السيسي يقولك إحنا عندنا 110 مليون اقتل منهم 10 مليون يا سيدي اقتل منهم 30 مليون مش مشكلة بالنسبة للسيسي لو قتلتهم كلهم السيسي يشكرك كمان أمال هو خايف من إيه؟ هو خايف إنه قوات الفاغنر اللي موجودة في ليبيا هتعمل ضرب في العسكريين المصريين اللي هم بقى في القواعد اللي هي عملوها على أقصى في أقصى الغرب المصري ولسه بقى هيخشوا هيصحفوا والسيسي عارف إن المجتمع الداخلي بيقره وقره العمى والسيسي عارف المصيب دي كلها والأمريكان عارفين والأمريكان بهم اللي بنصح السيسي إنك إنت خلاص ما تسمحش بتهجير الفلسطينية على فكرة واحد قال لي لو السيسي خائن ما كان هجر الفلسطينية عنده أقوله خايف من بوتن برضو ما هو بوتن مصلحة بوتن في إنه لو غزة هزمت لو غزة هزمت يبقى بوتن يتهزم لإنه خط الإمداد بتاعه هيتهدد في شرق البحر المتوسط خط الإمداد القادم من روسيا فوق خالص بيع عبر البحر الأسود والبسفور التركي والداردانيل وبيعبر قبليه بحر المرملة وبعددداردانيل وصولاً وصولاً إلى بحر إيجا ووصولاً للبحر المتوسط وبعد كده وصولاً إلى الشواطئ الليبية وبعد كده يكمل طريقه بقى بالبر إلى النيجر ومنه إلى غرب إفريقيا دي مصلحة روسيا الحيوية إن هي تحافظ على الأمن بتاع أسطلها أمام السواحل بتاع فلسطين تخليني بقى أشرع شواط مهي بسم الله أنا على فكرة دايماً أسمي إذا الإخوة اللي نصحوني قالوا لي سمي أنا طبعاً دايماً بسمي بس بحب أقولها في السر أنا أعلنتها لوقتي عشان يسكت جزاكم الله خيراً المهم خليني أرجع للموضوع وأقول لك إنه السيسي مرعوب وأصلاً السيسي لو أنت ترجع بالتاريخ شوية 6-7 سنين هتلاقي السيسي أصلاً فضة المنطقة بتاع سيناء عشان يستقبل مين يستقبل الغزوية والفلسطينية اللي هيتهجروا لسيناء وكان بن يمين نتنياهو يعني بيتكلم صراحة وما مش مهرج بالموضوع ده المهم يا سيدي إيه المهم إن السيسي خايف من بوتين وما بيعملش الخيانات برغم إنه هو جهز للخيانات بسبب خوفه من انتقام بوتين من الغرب المصري وبعد كده مش هيكتفع الغرب المصري ده هيسحف كل الزحف عشان هو عايزين نحن نفسه كمان المهم ده هو السبب في الموضوع خليني برضو أنا طبعاً بضطر أن أنا أخرج أشرح لك بضع نقاط عشان أبلور لك الموضوع الأساسي خليني أرجع لي الموضوع الأساسي وأقول لك أنه البديل عندهم بعد العريش المصري هو قبرص أنت عارف وفكرك أن أنا قلت لك أن البريطانيين حطوا جنود في قبرص والهدف منه أنهم يحموا الأجواء القبرصية بكفاءة أعلى إضافة لجنود الموجودة هناك طبعاً وبعد كده عندما يحمي الوطيس أو يحمى الوطيس اللي يحصل أن القبارسة يسمح للصغيين باستخدام المطارات القبرصية لأهداف عسكرية وهم مش خايفين من ضرب حزب إيراني لبناني لقبرص أو لما يضرب يبقى الضربات هتكون أقل فاعلية بشكل كثير دي خلاصة هذه الفقرة طبعاً كمن في الحشود الإيرانية الوقت اللي أنا قلت لك عليها في أول الفيديو هي يعني زهبوا وتمركزوا في سوريا ويقال إن هم تمركزوا يعني استعداداً يعني عند القلان وفيه تاني يقول لك تمركزوا عشان يعبروا للبنان طبعاً أنا هقول لك حاجة يعني عسكرياً لو تمركزوا عند القلان فهم كده يعني هيبقوا فريسة سهلة جداً للصهينة اللي هيبدوهم بالمدافع أشكال والوان وده ليس موضع للحرب يا إما إنه هو بس يعني يعني مسألة سينمائية كده وده أمر أستبعدوا يا إما إنه هم عايزين يخلصوا من الجماعة دول والنقطة دي هنخشك فيها لما نوصل لموضوع الخروج مقابل الخروج خلينا نشوف الباقي عشان ما ننساش بسم الله طبعاً خلينا أنتقل بقى لنقطة الخروج مقابل الخروج إيه هو الخروج مقابل الخروج أنا كلمتكم عن الموضوع ده من زمان يعني خروج أمريكا وأمريكا هتخرج مش بس هتخرج ده هتخرج وتفكك إسرائيل معاها يبقى بتفقد السيطرة فعلاً على المنطقة وبعدين كمان مش كده وبس لسه بقى اللي هم كلاب الحراسة اللي بيحرصوا الثروة واللي بيرضعوا السكان واللي بيضربوا الشعوب دول كمان هيمشوا لأنه هم الجماعة اللي هناك يعني ما تيجي مثلاً كده تمسك السيسي وتمسك ولاد زايد وتمسك سلمان وابنه وتمسك الجماعة دول هتلاقيهم هم مقائمين على إيه أنا أتحداك لو كان فيه شعب بيحب الرئيس بتاعه إلا ربما الشعب الإماراتي لماذا الشعب الإماراتي لأنه لد زايد مغرقين الشعب الإماراتي فعلاً في الخيرات وده الأمر اللي عملوا الصهينة زمان أيام أنور السادات في مصر الشباب اللي معشوش أيام أنور السادات في مصر مصر شافت عشر سنوات يعني ذهابية بمعنى الكلمة اللي هم كانوا بيسموها سنوات الانفتاح وأنور السادات كان عايز يعمل صناعة فقيلة وقصة بقى طويلة لكن أنا عايز فيديو لوحدها لكن أنا تذكرتها فقط وحبيت أقارن لك بين هذه الفترة وبين الفترة اللي الإماراتيين عايشينها الوقت يعني بيغضع الشعب والشعب الإماراتي متى يقلوا أن النعم دي هتفضل شغالة أقول له لو دامت ليك كانت دامت لسعودية أيام فهدو أيام فيصل وأيام يعني حد أيام عبد الله إنما جاء سلمان ودنه وخربوا الدنيا والوقت السعودية يعايزين يغرقوها في الديون إلخ إلخ زي ما عملوا في مصر أيام أنور السادات كانوا محتاجينه جدا ومضطرين يرضخوله وكده فالعملية كانت فيها يعني انتفاضة اقتصادية في نسبة يعني مش مقتنعة بيها بس ده مش موضوعي أنا موضوعي إن أنا عايز أقول لك إن هم بس يعني بينغنغوا الشعب شوية بالمصري يعني بيدخلوا الشعب في غفاهية شوية عشان خاطر عايزين ينفذوا أهداف سياسية فالشعب بيحب القادة الخاونة وده كمان اللي حصل في ألمانيا الغربية لو أنتوا فاكرين ألمانيا الغربية نموذك يا جماعة بيتكرر في كل مكان حد يقول الوقت إن أوضاع ألمانيا النهاردة لما تشوف اللي هو عاشق في ألمانيا الغربية أيام ألمانيا الغربية حد يقارن بين ألمانيا الغربية وألمانيا حتى بعد الاتحاد قعدت لها عشر سنوات بعد الاتحاد وهي في انتفاضة اقتصادية رهيبة جدا والوقت الناس في ألمانيا بيشكوا وعموم الناس في أوروبا بيشكوا ما علينا من القصة دي الفقرة اللي أنا عايز أوصلك إليها هي إنه الأمريكان الوقت يعرفين إن الشعوب المنطقة الشعب المصري بيكرههم لكن الحكومة المصرية خائنة وبتشتغل كلاب حراسة وعندها جيش مسعور كله صهيوني بيشتغل لصالح مين لصالح الصهيونة ده كمان هيفقدوه هما تيجي تشوف مصر هتروح مثلا فين تاني هتروح الشرق الليبي حفطر وما حفطر وكذا ده تبع روسيا والناس بيتخيلوا إن حفطر أمريكي أقول لك لو حفطر أمريكي كانوا أصلا قطعوا الإمدادات بسهولة ما كانتش حصلت لا حروب ولا بتاع ده هو حفطر بيتأمرك لما الروس يقولوله تأمرك شوية عشان يحقق شعوة مصالح ويرجع لولائه الأساسي فالخلاصة سياسة الخروج مقابل الخروج اللي يحصل إيه اللي يحصل إن أمريكا هتطلع وهتخسر كمان إيه نفوزها يعني لا هيبقى في إسرائيل ولا هيبقى فيه كلاب حراسة في مصر ولا فيه كلاب حراسة في السعودية ولا في الإمارات والإمارات دي بقى هتبقى مهددة تهديد شديد جدا على فكرة والأزمة السودانية هتتحل والسودان هتنتعش وهتبقى من أغنى دول العالم واحسب الكلام دا علي إن أنا بقولك السودان هتنتعش خارج الموضوع بس يحسبوا علي لو عايز تحسب والسودان هتنتعش وهتبقى من أغنى دول العالم في خضم عشر سنوات قادمة ويمكن إن شاء الله أقل من كده بإذن الله رب العالمين ويمكن يرجع ويعملوا الوحدة مع مصر مرة تانية وأنا أصلا أرجح إنها تحصل يعني إمبراطورية إسلامية لا مركزية اللي هو هتكون متفقة وملتزمة بتلت أربع أمور أساسية وهي أول حاجة الدفاع وتاني حاجة السياسة الخارجية دي كلها تبقى وحدة وبعد كده هيبقى فيه التبادل الاقتصادي أولا في المنطقة وبعد ذلك بقى علاقتها مع العالم الخارجي سواء كان تجاري أو سياسي أو كده لكن هي كل دولة منهم هتبقى مستقلة إداريا وأنا أؤيد الفكرة دي على فكرة ده أنا أؤيد إن كل قرية مش كل دولة ولا كل محافظة ولا كل مدينة أنا بأيد إن كل قرية تبقى مستقلة إداريا وبعد كده لما يحصل فيها فساد يبقى الفساد ممسوك هنا بقى عند عمدة القرية وبالتالي تقدر تشتكيه في المراتب الأعلى وكده بس طبعا لو المراتب الأعلى فاسدة هتبقى الدنيا كلها فاسدة ما أخد بالك الرأسا ما يكون فاسد كله هيكون فاسد خليني أرجع للموضوع زي ما أنا قلت لك إيه في الحتة دي إنها هتبقى مسألة إيه يعني أمبراطورية إسلامية لا مركزية هيبقى فيها الدفاع كله مشترك ومش هنرجع بقى للتياسة بتاع علاء الدين خوارزمي ولا للتياسة بتاع الطولانشاه ولا للتياسة بتاع الخليفة أصبعني ده نسيت اسمه هذا وأكبر تيوس هو أعتقد اسمه المستعصم المخنتنيش مش المعتاصم المستعصم المخنتنيش الزاكرة وطبعا يعني مش هنرجع لأمور دي إن شاء الله عفوا يا جماعة فالخلاصة اللي أنا عايز أوصلها لك بقى إن إحنا أنهما ربما الاحتمال الثاني اللي هو الأرجح إيه هو الاحتمال الثاني هو الخروج مقابل الخروج لأنه الوقت الأمريكان وجدوا نفسهم اللي هم فعلا مش هيقضروا لا ضمنين ولا فرنسا ولا ضمنين ولا إيطاليا وتركيا متمرض عليهم أصلا من 2016 من بعد فشل الانقلاب العسكري وأوروبا الغربية من جوة اللي هي المناطق اللي هي الغير بحرية مش يقضروا عملهم حاجة يعني ألمانيا هتعمل لهم إيه ما لهاش أي شواطئ على البحر المتوسط لا هي ولا النمسا ولا الغرية ولا مش عارفية ولا كذا والمناطق اللي ممكن يحكمها شوية بعيدة جدا زي مثلا أسبانيا أو حتى أسبانيا فيه تمرضات عليهم والبرتغال يعني الدنيا مش ماشية زي ما أنت متخيل الدنيا ماشية عكس الأمريكان بشكل رأيب جدا فالوقتي الأمريكان الوقتي يقول لك طيب أدمنا هخرج يبقى ما سيبش المنطقة لمن للروس والصينيين طب إيه اللي يحصل خد بالك بقى الكلام ده مهم جدا اللي يحصل أن زي ما أمريكا هتخرج وتاخد كلابها معاها أو تتخلص منهم بشكل آخر فعلى روسيا والصين أنهم يتخلصوا من كلابهم أيضا بشكل أو بآخر عشان يحصل توازن في المنطقة لأن لو أمريكا خرجت وإسرائيل اتفككت ولسه إيران عندها يمكن أنا أعتقد يمكن 300 ألف مقاتل مثلا من الهم من الهمشي أي سعر ولا كده ودول ممكن يقلبوا بهم المنطقة بدعم روسي صيني ودي مسألة محسوبة وبالتالي أمريكا تقول لك لا مش هخرج لما أيده ليخلصوا وبالتالي تبدأ أن هي توسع المعركة ولما توسع المعركة تبدأ أن هو إيه يعني زي ما تقول كده إيران بتديهم هدية السبب الظاهر روحوا يالله إحنا القدس وإحنا مش عارف إيه وروحوا حربوا في القدس وهنقاتل وكذا لكن في الحقيقة إيران تعلم إن هي بترميهم لراحة معركة وبتقدمهم في معركة ملهاج غطاء جوي تعرف عنين معركة ملهاج غطاء جوي يعني اللي عملوا بوتين في أهلنا في سوريا الله ينتقم منه عدو الله بوتين اللي عملوا في بوتين في أهلنا في سوريا ولا هيجي حتى 1% من اللي ممكن الصهينة اليهود يعملوه بدعم أمريكي يعني هيطلعوا وهيرمك ماوي وهيضربوا بخناب الأشكال والوان وخناب الفسفورية وهيتفننوا في كل شيء لكن الموضوع ده غالبا هيستغرق وقت يعني لو الأمريكان صادقون وجدون في مسألة الخروج مقابل الخروج الموضوع ده ممكن يعني يخلصوه في شهرين 3 ولا كده لكن أمريكا بتتبع التناحى السياسية يعني أيها هنعمل هو وهنشيل وهنحطه وكذا وعلى مهليهم ويتراخوا ويعملوا مش عارف ايه وعايزين ديك واجتماعات والناخش ديك واجتماعات وعايزين نشوف ديك وكذا ويفضلوا يمطوا ويضيعوا في الوقت لأن تضيع الوقت حتى على الوضع الراهن هو في صلحهم عشان يرتبوا أشياء كثير ومشغولين طبعا في ترتيب المواجهة مع الصين المحتملة من ناحة التانية بقى مش شط التاني بقى لأبقرة الأمريكية على المحيط الهادي ودي بقى مش يبقى قدامهم غير السكة دية لأن الشرق الأوسط كده هتبقى أغلقت فعلا في وجههم وان بقى يروحوا بقى هناك أبو الأبطال هتبقى حروب شريسة مهولة جدا بينهم وبين بعضهم هيكون من الصعب عليهم أنهم يتداركوها وغالبا العقلاء بقى هم اللي هيدخلوا هنا يعني ممكن يحصل نوع من التفاهمات أو المعاهدات اللي ممكن تدخل الكرة الأرضية كلها فيه هدوء نسبي عشر سنين عشرين سنة وكل واحد فيهم بيعد العدة وبيدور على حلفاء جدد وكل واحد فيهم بيدور على خطوط إمداد جديدة وكل واحد فيهم بيشتغل دعم ويدور في المخابرات والتقنية المخابراتية وكل واحد فيهم بيستعد وكل واحد فيهم بيدور على أسلاح نوعي جديد يحسن به وكل واحد فيهم بيدور ماشيين كده على فكرة مش النهاردة ولا مبارح ولا أول مبارح طول التاريخ مفيش مملكة كافرة واحدة تلجأ إلى السلم والسلام أبدا وأول ما تعلو تبقى عايزة تبتلع الجميع وهم مشيين بهذه الطريقة لكن ممكن تحصل توازنات بشكل أو بآخر مش عايزة أخذش في الصلاح العالمي عشان أخلص موضوع الخروج مقابل الخروج السؤال المهم بقى في موضوع الخروج مقابل الخروج هو إيه ركز معايا عشان الكلام الجاي مهم جدا واحد الوقت يسألني يقول لي ممكن الأمريكان يخلوا الإيرانيين يقتلوا الجنود الرخيصة بتاعتهم وبعدين يقول لك خلاص محنش خارجين أقول لك معاك حق بس الإيرانيين وراهم الروس والروس وراهم الصينيين وليسوا أخبياء عشان يقبلوا بشيء زي كده لكن أنا الراجح عندي أنه هكون خطوة وصاد خطوة يعني نتخلص من شوية ونتخلص من شوية هات شوية واخد شوية وبتاع زي ما انت كده مثلا إيه عفوا يا جماعة زي ما انت كده مثلا تكون عايز مثلا تشتري كمية معينة من مثلا سلعة معينة ممكن الكمية دي مثلا انت منها عشر ألاف دولار ممكن انت تدي عشر ألاف دولار للبائع وبعد كده البائع يقول لك روح بلط البحر مفيش سلعة أو ياخذ الفلوس والسلعة ويهرب أو كده يعمل فيك كده فانت تعمل ازاي تبدأ انك انت تشتريهم بالتجزئة 200 دولار في 200 دولار في 500 دولار في 500 دولار وكده لحد ما هو يبيع السلعة بتاعته كاملة وانت تاخد السلعة كاملة وتدفع الفلوس بشكل كامل يعني هما بيمشوا ايه بهذه الطريقة انا اعتقد المنطقة مشية في هذا الاتجاه والله اعلم وعموما انا لا اعتقد ان امريكا سوف تفكر في الحسم العسكري وانا اعتقد ان امريكا هي زيها زي اي امبراطورية يعني امريكا الوقتي لها علت في الارض يعني علوة كامل من ساعة الحرب العالمية الاولى والتانية من بعد منتال الحرب العالمية التانية يعني بتتكلم في حوالي 70-80-90 سنة مثلا او كده فهي بسبب ان هي ظالمة وظلمة شديد جدا فعمرها قصير بهذا الشكل قبل كده كانت موجودة وكذا بس هو كل تاريخها يعني اسود واستعباد وقتل ونهبه وعصاباته مش عارفية ده تاريخها كله بالشكل هذا بس هما قول اديها 100 سنة امريكا يعني على بالما تتفكك وتنهار لحد الوقت واحد يقول لي تبقى تقول امريكا هتتفكك وتنهار اقولك تاخد كلامي ده وانا هقولك مش هنكره بعد كده بل انا عارف ومختنع تماما ان امريكا نفسها هتتفكك وفيش حل تاني الحل التاني هو الحرب العالمية التالتة والحرب العالمية التالتة بقى ايه امريكا مش هتتفكك وهتنهار ده يعني انت توقع ان الكرة الارضية كلها كده يعني يعني تطير في الهوى وطبعا ما فيش واحد من الزعماء الكفار ولا من اعضاء العصابة مستعد ان هو يضحي بنفسه مستعد يذبح الارض كلها بس مش مستعد ان هو يضحي بنفسه دي التركيبة بتاعته بهذا الشكل خلوني بقى اكتفي بهذا القدر وان شاء الله لنا دقاء في تفاصيل اكثر واعتقد ان انا غطيت كل الفقرات المهمة وانفتني حاجة بقى تسمحوني والسلام عليكم